يحكي الدكتور نصر في إحدى حواراته أن المثقف كبير قبله وكلمه باحتفاء عن كتبه واكتشف نصر من كلام المثقف أنه هذا المثقف ما أرش خالص غير مقدمة الكتاب والمثقف قال له حتى يومها مش كنت بالمرة تقول أن القرآن ده من تأليف محمد فاحتد نصر أبو زيد عليه وقال له أولا أنا لم أقول شيئا مما تنسبه إلي وإذا كنت ترغب في أن تقول أن القرآن من تأليف محمد لماذا لا تكتب بنفسك كتابا تقول في هذا الكلام الحقيقة دي كانت مشكلة نصر حامد أبو زيد أنه حاول أن يفكر في بلد لا تقرأ أو بلاد لا تقرأ وبالتالي كان مضطر أنه يدافع عن نفسه ضد من لم يقرأوه ويقبل تضامن الكثيرين من من لم يقرأوه أيضا وكان الكثيرين بيعتمدوا في إصدار أحكام بشأنه على حواراته الصحفية برغم أنه كان دايما بيقول في حواراته أنه القضايا اللي بيبحثها قضايا أكاديمية معقدة تحتاج إلى قراءة من المتخصصين ولا يصح أن يتم وضعها أمام غير المتخصصين اللي ممكن ما يفهموش أحيانا طبيعة المصطلحات الأكاديمية اللي بيطلقها وللأسف دي كانت الورطة تكتزاء عبارات كثيرة من كتب الرجل وإطلقها بين الناس لتلتصق به تهمة الكفر ويبان أنه العقاب الذي أوقع عليه وفكرة الحكم بتفريقه عن زوجته وتكفيره علنا في المساجد وأمام الناس مسألة طبيعية طالما هو بيقول هذا الكلام في الكتب كم كان سيكسب الدكتور نصر حمد أبو زيد من المال والشهرة والنفوذ ومحبة الجماهير ورغد العيش لو قرر أن يصبح واعظ من وعاظ الفضائيات يكلم الناس عن أهمية الرضا بالمقسوم ووجوب طاعة الزوجة لزوجها عندما يدعوها إلى الفراش وضرورة طاعة الزوج والزوجة والفراش وأفراد الأسرة للحاكم وما إلى ذلك دكتور نصر كان في فترة من الفترات من كوادر الإخوان في مدينة المحلة الكبرى زي ما حكالنا الدكتور جابر عصفور في كتابه زمن جميل مضى بس الراجل ما رغبش في إلغاء عقله ورغبته في التفكير والالتزام بالسمع والطاعة في المنشط والمكره لكن قرر أنه يسلك طريق العلم ليوصله إلى الحقيقة لكن طريق العلم في بلدنا المباركة أوصله ليكون العالم المصري الوحيد في التاريخ يعني المعاصر اللي صدر حكم قضائي بتفريقه عن زوجته عقابا له على أنه أدى وظفته اللي كان بيتقاضى منها مرتب من الدولة اللي هي البحث العلمي وهو ما لم يكن هيحصل طبعا لو شغل نفسه بالتفكير والبحث العلمي في طرق للإثراء من البيع الملازم والمذكرات أو كتابة التقارير الأمنية في زميله أو تدبيج المقالات في نفاق الحكام والأزلام عشان يبقى من أهل الحظوة بعد خمس سنين على رحيله لزال نصر حمد أبو زيت حاضر في العقل والوجدان كنموذج للمثقف الحر المستقل اللي انحاز لآخر يوم في حياته لعقله النقدي والتفكير ولفضيلة الاستقلال بعد السنين دي ازداد حضور نصر على عكس ما رغب أو تمنى الكثيرون بيتواصل انتشار كتبه وفيديوهاته على الإنترنت بيتواصل الاحتفاء به في العديد من الصحف والمطبوعات والأهم بتثير أفكاره فضول المزيد من الباحثين الشباب للاشتباك معه فكريا وتصدر عنه كشخص وعن أفكاره أيضا عدد من الكتب والدراسات المهمة بيسعدنا اليوم ان احنا نلقي الضوء على واحد من أجمالها وأهمها وهو كتاب أنا نصر أبو زيت للكاتب جمال عمر والصادر عن دار العين وهو كتاب شديد الجماله الأهمية واعتقد انه مهم ليس فقط لما لم يعرف نصر أبو زيت جيدا ولكن حتى للقراله أيضا لأنه بيمزج ببراعة بين حياة نصر وبين أفكاره بشكل مشوق خصوصا أن نصر من الناس اللي عاش حياته كلها من أجل أفكاره